الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين أليك لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خدم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن يوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وفزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الصفهاء ألا إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزمون الله يستهزم بهم ويمدهم في تغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين مثلهم كمثل الذي سلوا قد نارا فلما أطاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بقن عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعك حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد المرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أذنب عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسبعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من عدون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينوقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تذكرون بالله وكنتم أبواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استغى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين حمد لله رب العالمين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن وكنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعدكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات وفتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضادلين قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعدكم وأوفوا بعدكم وإيايا فارهدون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتأتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين الذين يظنون أنهم علاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضرتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأبرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آت إلى موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارعكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما أرزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذ دنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبذل الذين ظلموا قولا غلر الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ قلتم يا عيد استسقى موسى لقومه فكل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيلا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثر في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وإذائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو عدنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ودربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين آمين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما عاتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فاجعلناها لكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لهم ما تصر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لهم تدون قال إنه يقول إنها بقرة لا دلون تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا آن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقه فيخرج منه الماء وإن منها لما ينبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم من أبعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاجعكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب على مهم ولا الضالين أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أدخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من وكسب سيئة وأحاطت به خطيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإنهار الرحيم مالك يوم الدين إياك نعهد وإياك نستعين يبدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقربتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم علمكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاه من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشترؤوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله أكبر الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا وتقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ومن كافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحكم صدقا لما معهم قل فلم تختلون أنبياء وراء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبرين فإنه نزله على قلبك على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَا وَمَا يَكْفَرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِخُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذًا فَرِيْحٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِهْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَى أَذُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله أكبر الله أهلاك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين واتبعوا ما تدل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحَرَ وَمَا أُنْزِلْ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا لَحْمُ فِتْنَةُمُ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتْعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَسَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ نَحْلٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتْعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَبَلْ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقًا وَلَبِلْسَ مَا شَرُوا بِهِ يَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عَيْدِ اللَّهِ خَيْلِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اُذُؤْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسص من آية أغلوسها نأتي بخير منها أو مثلها أليم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله به وليه ولا لصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السميل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدهم من عيد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واستحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسهم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان قودا أو نصارا تلك أمانيهم كلها توبرها لكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا من يحزنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراف الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يدلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع ساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في طرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم فتن ناخذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجروا الله إن الله واسع أليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل لهم قانتون مجيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيقول فقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم قد بينا الآيات لقوم ينقلون إنا أرسلناك بالحق مشيرا ونثيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم من الضالين ولن ترضى عنك اليقود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو المدى ولئن اتبعت أرباءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يبلونه حفظ تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يرصب به أولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتنا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرنيتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا بي من مقام إبراهيما صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رفج هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثموات من آمن منهم بالله ودنهم الآخر قال ومن كفر فأمتعوا قليلا ثم اغطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يغفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل لنا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعد فيه رسولا منهم نتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرضى عن التي إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفلنا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصادحين إذ قال له رب هو أسلم قال أسلم لرب العالمين ومص بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموت إلا وأنتم مسلمون أنحوتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لهم مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولرد ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون الله اهبر الله اهبر إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونضالين وقالوا كونوا دلوا نصارى تهددوا كل بل ملة إبراهيم حديثا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل إلينا إبراهيم وما أُنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباق وما أُتي موسى وعيسى وما أُتي النبيون من ربهم لا نفرر بين أحد منهم ونحظ له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شخاء فسيخفي وليكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن نحسن من الله سبغة ونحن له عابدون كل تحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباق كالهودا لو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن نظلم ممن كتم شهادة عيده من الله وما الله بغافر عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أعبر الله أعبر الحمد لله ورم في العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحن ولياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين لن عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عمين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمضرب يذي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدوا 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 وما كان الله ليضيع عمالكم إن الله من ناس له رحيم رحيم قد أرى تقلب وجهك في السماء فلنول إنك قبلة تغضاها أول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق يروب بهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته وما أنت بتابع قبلته وما بعدهم بتابع قبلة بع ولئن اتبعت أكوال من بعد ما جاءك من العلم إنك لذل من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم يكتمون الحق وهم يعرفون الحق من ربك فلا تكون من المنترين ولكل وجهة ومغليها فاستفقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومغليها حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من رب كون الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا هتوبكم شطرا لألا يكون للناس عليهم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تقشوهم واخشونهم ولقد من نعمتي عليكم ولعلكم تهددون كما أحصلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزفيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاتكوني يتلو عليكم واشعوني ولا تكفرون يا أبا أيها المدين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمرا بل أحيان ولكن لا تشعرون ولنبرو أنكم بشيء من الخوف والنوع ونقص من الأموال والأنفس والثمارات وبشر الصابرين الذين إذا رصابتهم صيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعار لله فمن حج البيت أو اعتمر فلا يناح عليه أن يضغف بهما ومن تطور خيرا فإن الله شاء عليم إن الذين يتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم لا علمون إلا الذين تابوا وأصرحوا وبينوا فأولئك أتوق عليهم وأنته الله الرحيم إن الذين كفروا وباتوا وهو ظفار أولئك عليهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ضرور وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض ارتنا في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض فأحيى به الأرض بعد أودها وبث فيها من كل دابة وتصريح الرياح والسحاب المسطر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعنت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن الناس من يتخذ من دون الله أن تذهب ومن يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ولهم إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأهم العذاب وتقطعت منهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعلى لهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الحق أرض حلالا طيبا لا تتبعوا الحطوى للشيطان إنه لكم عدل مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء أو لو كان آباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا تعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيل وما ذهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا مجموعكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البكساء والضراء وحين البكس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفْيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْنٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَاهُمْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بتله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَيَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إن الله غفور رحيم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقين صراط الذين ألعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطرع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إنكم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة التاعي إلى تعالي فليستجيبوني وليؤمنوا بي فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم وانتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المضطوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور ورحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدموا الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريطا أو بهي أذى من رأسه ففدية من صياب أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله معلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفذ ولا فسوق ولا جذال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس عليكم جناح أن تبتروا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاضوا الناس واستغفروا الله إن الله رفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إخم عليه ومن تأخر فلا إخم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون